قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفظهما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سائل كريم يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفظهما نقول هذا الحديث راه الطبران في المعجم الكبير عن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعا النبي بخفيه فجئ له بأحدهما واخططف الغراب الآخرة فلما ألقى خرجت منه حية فقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفظهما نقول هذه الرواية وهذا الحديث ضعيف كما قرر ذلك العلامة الألباني ورحمه الله رحمة واسعة في السلسلة الضعيفة وفيه إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش حمصي ثقة عن الشاميين إذا روا عن الشاميين فروايته صحيحة لكن هذا الحديث رواه عن شرحبيل بن مسلم الخولاني اليماني عن أبي أمامة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن فهنا علته في ذلك أنه رواه عن أهل اليمن وهو رواية عند أهل اليمن ليست رواية ثقات لكن لو كانت عن الشاميين كانت رواية موثوقة وعلى ذلك فالحديث ضعيف ولا مانع للإنسان أنه إذا كان في برية أو في مكان يخشى منه الهوام أنه ينفض نع له وينفض فراشه فراش أو بداخلة إزاره كما صح ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع الفراش أنه لينام حتى ينفضه بداخلة إزاره فلا مانع للإنسان يفعل ذلك لكن لا يعتقد أن النبي قال باستحباب ذلك أو بوجوبه لكن لا مانع للإنسان أن يؤمن نفسه إذا كان في مكان يخشى أن تأتي الهوام وتأتي الحشرات لأذيته في نعله أو في ملابسه لكن الحديث ضعيف صلى الله عن النبي محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين